عبير بيبرز الاسم الحقيقي عبير وهبة نجيب مواليد 1990 بدأت مسيرتها عام 2011 بمسلسل إلسا وفلسا شو قصتها هاي الممثلة؟ رح حاول اختصرها لأنه ما كتير فيها مثل ما بيقولوا أحداث هي بنت كانت رائعة الجمال وكانت مرفتة للنظر أثناء حلقات التصوير كان فيه شخص اسمه عمر السيدة عبد الله هو من أول يوم شاف فيها أعجب فيها لدرجة مرتبعية وباعتبار كان حلقات هذا المسلسل فكان يلتقي فيها يوميا لدرجة أنه هو حس بلحظة دماء أنه لازم يروح لعنده ويعترف له رح لعنده على العبير وقال له أنا معجب فيكي وأنا حابب ارتبط فيكي قال له لا أنا ما عندي استعداد أني يتزوج هلأ عم فكر أنا بشغلي وبمسلسلاتي مو أكتر من هيك عندي عروض كتيرة فقال له مو مشكلة منتزوج وخليكي أنت عم تشتغري وتقي تماما بأنه أنا رح قدم لك كل متطلبات الحياة اللي أنت بدك يعاني قال له هون بلش يقدم مغريات هو قال له اللي بدك يا ورح جبلك خدامة وواوا إلى آخره فكرت شوي ووافقت قعد له ما فيه إشكالية لكن هو شرط عليها شرط شو الشرط؟ أنه هي أنه لما يتزوجوا أول شغلة ما بيطلق مرته قال له أنا عندي ست أولاد وما فيني يطلق مرتي مرتي رح تضل على زمتي والشرط الثاني أنه نحن نتزوج عرفي هي ترددت مبدئيا لكن باعتبار أنه رح تعيش بأرقى منطقة وأنه عندها خدامة ورح يجب لها سيارة ووضع المادي يعني رح يصير لأنه هي كانت لسه أول مسلسل اللي بتعمله لسه بدايتها يعني ما عندها هي الإمكانية المهم وافقت واستأجر لشقة وجب لها خدامة وقال لها علي هذا البيت أنت ملكة علي هي هون ما سقتين من أول يوم بلشت مشاكل ليش؟ هلأ في سببين السبب الأول أنه فرق السن بيناتهم كبير هي من عالم وهو من عالم الشي الثاني من أول يوم هي كان بدها أنه يكون زواجة عالمي هي ما بدها زواجة مثل ما بيقولوا أنه يكون عرفي وبنفس الوقت كمان كانت هي طماعة المهم مضيت الأيام وبيوم الأيام راحت لعنده زيارة على المكتب على غفلة منه سرقت وراء مهمة جدا جدا من المكتب أخذتها وراحة فهو لما إجا دور على الوراق مع لقاء هون فلما إجا على البيت سألها إلا شفتي شي وراق أو هيك شي قالت له إيه طبعا الوراق معي وهون بلشت تساومه بالوراق قالت له يا أمه بتطلق مرتك وبتعلن زواجنا يا أمه راح أفضحك على العلن هاي الوراق راح انشرع بكل مواقع التواصل هون خاف على سمعته وخاف على حاله فقال يلا يعني خليني سايرة لابن ما قدر أحصل على الوراق المهم راح طلق مرته وأعلن زواجه قدام لعالم كل يعته هلأ وقفت طلباته هون لا ما وقفت طلباته هون يوم عن يوم صارت تزيد طلباتها لحد ما يوم من الأيام قالت له أنا بدي مليون جنيه مقابل الوراق راح وجاب مليون جنيه وعطاها بس هي مقابل الوراق أكيد لأنه هذا بالنسبة إلى بنك هدول الوراق كل ما بده شي تطلب منه فيعني نهبته للزلمة وهي كل يوم تطلب طلب لحد ما يوم خلص يعني اسكر العداد عنده قال أنا تعمل شو ما بده ما عاد فارقها معي اطلاقا رجع البيت ونادعنا قال لها تعي لقلك كلامتين أنا بالنسبة إلي أنا ما عاد فارق معي بدك تنشير الوراق نشيريها بدك تروحي شو ما عاد بدك أعملي أنا بالنسبة إلي ما عاد تقدري أبدا تاخدي مني أي شيء أو تحاول تبتزيني بأي موقف أو أي شيء وأنا رح أرجع زوجتي وهذا الكلام حكينا من بداية القصة ورح يضل الاتفاق ساري المفعول لكن شو اللي حصل بنفس الليلة الأب بيتلقى تليفون منه بتقله أبوه لعمر بتقله يا عمي ابنك مات تعال أحضر الدفن يعني ما عاد له مريض ما عاد له رأى على المشفى ما عاد له لا قالت له توفى نحنا طلعنا أمر بالدفن وإنت لازم تجي منشان تحضر الدفن ابنك أبوه لعمر صحيح جركيب لكن قلبه نار بتضيفها مشو صار ابني ما في شي شو اللي حصل فجأة هيك بلحظة توفى لا راح على مشفى لا طبيب شافه لا حدا من وين جابت أمر الدفن كله هذا صار يتساءل فيه هو معاشي إنه مو معقولة مباشرة كل هاي الأمور تحصل بلحظة واحدة أبوه العمار لما وصل على البيت لعنده طبعا دق الباب فتحت له فعل قال له شو اللي يصار أعطله ليكو ابنك جوا أم ميت فوت شوفه الأب دخل لجوا بصراحة إحساس الأب لما بيكون هالأد بيفهم ابنه وبيعرفه لما دخل ع غرفة النوم ولقامية تطلع فيه وملامحه حس كأنه عم بيقل له يا بابا أنا ما متت موت طبيعي أنا نقتلت مباشرة بلا وعي طلع لبرة على البلكونة وبلش يصرخ بأعلى صوته ابنين أتال ابنين أتال طلعت لعنده على البلكونة وعنده أنت شو عم تعمل أنت جنيت ابنك مات وإجا الطبيب لهون وكشف عليه ومات وموت طبيعي قال له ليش ما أسعبتي ليش ما أخدتي ليش حاولت سكته بقدر الإمكان لكن اللي صار أنه الجيران راحوا دقوا للشرطة لأنه هن عرفانين وشايفين المشاكل اللي عم تحصل بين عمر وبينها هون عبير لما ريشت الشرطة طبعا دقوا للشرطة والشرطة إجت هون عبير لما شافت الشرطة يعني ولا كأنه في شي بالدنيا ولا كأنه حاصل شي كأنه بدأ الموضوع عالي المهم طبعا دخلت الشرطة لجوعة غرفة النوم وطلبت من الكل أنه يضل قاعد بالصالون اتطلعوا على وجهوا لقوا في جرح بالوجه يعني هيك مشطوب تقريبا بوجهه هون ما عاد في هون يتصرفوا غير لا يجيبوا الطبيب الشرعي وما رح يقدر يشيلوا من محله اتصلوا طبعا لبين ما أجل الطبيب الشرعي اجعلوا دخل عليه الطبيب الشرعي بلش يفك زراء للأميس زر زر وكل ما يفك زر يشوفوا مجرح بيصدره بطريقة مطبيعية وحتى عنده يعني جروح غائرة هون طبيب الشرعي قال لهم في جريمة قتل لازم يتأخذ على المشرحة المهم نقلوا جسة على المشرحة وأخذوا كل الموجودين بالبيت معهن على قسم الشرطة الزوجة والخدامة والأب أول حد عبلشوا التحقيق معهن هي الزوجة قالوا له انتي بتكتخبرينا شو اللي يصال شو هذا اللي بجسمه قبل ما يعني يصير التشريح لازم تحكي لنا شو حصل وكيف قدرتي تحصلي على أمر الدفن أو ليش ما أخذتي على المشفى يعني أسئلة كتيرة صاروا يسألوها يعني فهي جعوبتهم ببرود أعصاب وكأن شيئا لم يكن أعطلون هو وقع وهو معرق ضرب بالمرأة المرأة تقسرت وقعت على الأرض هو وقع على زعز ودخلت زعزة بصدره وصلت كانت قاتلة وصلت للقلب ومعت وأنا طلبت الطبيب والطبيب إجا وفحصه وقال إنه الموت يعني ما في جريمة قتل إنه موت طبيعي لأ كيف يعني طبيبي بيجي بيعطيكي أمر بتدفن وكله هذا مشوه جسمه إلى آخرين المهم حطوها بره لبين ما يطلبوا الخدعمة هلأ هون لما طلبوا الخدعمة شو قاعدت الخدعمة؟ قاعدت الخدعمة أنا كنت بالمطبخ أنا سمعت تكسير وخبيط مو أكتر من هيك وبعضيها إجت وقاعدت لي لك عمر مات وإذا بتفتح يتمك مع بطلومي إلا حالك هلأ هون أنا خفت بس بصراحة بصراحة أنا ما شفت شي لا شفت جعبة سكين ولا شفت ضربته فيها ولا أي شي لأني أنا كنت بالمطبخ بس طلبت مني إني شرحت يعبو وأخطتهم مني وخبتهم وراء وراء السرير وبعديها مسحنا الأرض ونظفنا الإزاز وهي تقريبا كانت معتقدة إنه الأمور رح تمشي مثل معبدها تماما بس أبو لما إجا خرب الدنيا طلعت الخدعمة برة طلبوا الأب قالوا له شو بتتوقع قال لهم أنا بتوقع إنه هي اللي عاتلته لأنه من أول يوم تجوزها وخلافات وابتزاز كان الإبن يحكي لأبوه يعني ابتزاز بمصاري طلق أعلن زواجك إلى آخره أنا أعتقد بأنه عبير بيبرس هي اللي قتلته قالوا له ماشي الحال خليك انطرنا برة جوا كانوا آخذين كل التليفونات وموجودين معهم جوا بغرفة تحقيق لما فتحوا موبايل عبير لأوا شغلة غريبة كتير اكتشفوا إنه بعد ما مات أخذت سيلفي مع الجسة معقول في ناس هيك ومن هون إجت تسمية المجرمة التي أخذت سيلفي مع الجسة المهم أو القاتلة التي أخذت سيلفي مع الجسة طبعا حولوها المحكمة بعد التحقيق وبعد ما حطت محامة دفاع إلى آخره التهمت أو أدينت عبير بجريمة القتل غير العمد وحكمت بالسجن مدة خمسة عشر سنة والخاذبة رجعت على بيتها والأب أكلها حسرة وقلبه هلأ هون أنا رح أقول من عندي شيء أبقول حافظوا على بيوتكم وما في داعي لنزوة تخرب حياتكم وتهدم بيت بناتهم من من الخمسة عشر أو عشرين سنة أو كون صريح مع زوجتك حتى ما تكون الزوجة الثانية سيف على رائبتك إلا أنا بدي أتزوج عليك إذا حبّت تضل تضل ما حبّت تضل خلص أنت اخترت بإنك تتزوج مرة تاني للأسف الشديد وبقول إنه هو اللي وصل حاله لهذا المكان المهم بحبكم كتير صبحوا على خير بشوفكم إن شاء الله بقصة تعني إن شاء الله تحياتي لكم وإلى اللقاء أصدقاء أصدقاء